اشتركوا في القناة اكبر عدد يستفيدوا منه المواقف الصعبة بتنتج الهمم العالية من سنين طويلة السمك ما كانش بيقرب من الشواطئ اليابانية وبما انهم بيعتمدوا في حياتهم واقتصادهم على السمك فحل اليابانيين المشكلة دي فبقوا يصطادوا في عرض البحر والمحيط يعني يدخلوا جوا بالمراكب بعيد عن السواحل والشواطئ ومع الزمان كبرت قوارب السيد وبقيت تبعد اكتر واكتر من الشواطئ لكن ده كان بياخر وصول السمك للبر وده يعني ان السمك ما كانش طازج والحل المشكلة دي بقيت السفن السيد تشيل معاها تلاجات ومجمدات عشان يحطوا فيها السمك اول ما يستدوا وبسبب ده كبروا حجم السفن وبقيت تبعد اكتر واكتر من السواحل وبالتالي زاد زمن بقاءها بعيدا عن الشاطئ فهل في هذا مشكلة؟ نعم السمك الان لم يعد طازجا لانه موضوع في التلاجات ومجمدات ايصار الناس ينظرون اليه على انه مجمد وليس طازج فانخفض سعر السمك الذي يتم نصيده وتجميده بهذا الطريق وما المشكلة في هذا؟ المشكلة واضحة السعر المنخفض يؤدي الى عدم الرغبة في جلب المزيد من السمك الى السوق فما الحل؟ والسمك كمان المجمد بيفقد جزء من قيمته الغذائية مش زي السمك الطازج لكن اليابانيين دايما عندهم الحل فصاروا يحملون معهم في سفن السيد احواض كبيرة مملوئة بالماء يضعون فيها السمك فيبقى حيا الى ان يصل الى الشاطئ فيخرجونه للبايع انها فكرة زكية ولا شك لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ اكتشفوا ان السمك يصل الى الشاطئ وهو يشعر بالكسل والخمول لان السمك يزدحم في الحوض فلا يتحرك كما كان يتحرك في البحر وبالتالي فان طعمه يختلف عن طعم السمك الطازج والحل دايما موجود عند اليابانيين فكروا فكرة جميلة جدا جابوا سمكة قرش صغيرة وحطوها في الحوض اللي هو في المية ولما يصطادوا السمك يحطوا السمك في نفس الحوض ده فلاقيوا ان السمك عمال يتحرك حركة قوية جدا عشان يهرب من سمكة القرش وتعليقنا على القصة هو ان التحدي اللي وضع فيه السمك جعلوا في حركة دايما وسريعة من اجل ان يبقى على الحياة وهذا ما يريده الصيادون الذين يصلون به الى الشاطئ وهو يشعر بالحيوية ويبقى طعمه لذيزا لانه طازج بالفعل ولا شك ان القرش يأكل بعضا من السمك لكن ما يأكله نسبة ضئيلة لا تذكر هل ما اصاب السمكة من خمول وكسل في الحوض هو ما يصيبنا نحن البشر عندما لا نعيش امام تحديات وهل التحديات التي تواجهنا تجعلنا نشيطين في اعمالنا وهل التحديات تبقينا في نشاط دائم النجاح لا يتم في الحياة السهلة التي ليس فيها تحديات فلنستخدم كل ما وهبنا الله من مهارات وامكانات ومصادر لنعمل شيئا مختلفا عما يعمله الكسالة والخاملون ليضع احدنا فرخا من سمك القرش خلفه ولينظر الى اي مدى سيتقدم في هذه الحياة فالمواقف الصعبة تنتج الهمم العالية وذكر المسرحي الشهير شارلي شابلين في مذكراته قصة عن صديق له كان لديه مصنع زاره فيه فوجده يضع على مكتبه صورة كبيرة في اطار سمين لرجل تدل هيئته على القصوة والغطرسة فسأله هل هذا ابوك فاجابه انه صاحب المصنع المنافسة لي وقد بدأت حياتي العملية موظفا عنده فازاقا انمر وانا احتفظت بصورته امامي لتذكرني اذا تكاسلت باني ساعود الى العمل عنده والكتاب المقدس بيعلمنا في سفر الامثال ان الرخاوة لا تمسك صيدا اما ثروة الانسان الكريمة فهي الاجتهاد ولربنا المجد الدائم الى الابد امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة